تدريبات كتاب الأضواء على الوحدة الثانية صفحة 217 واحد تخير الإجابة الصحيحة واحد عندما تحرك جسم إلى الأمام فإن تغير الحادث يكون فيه موضع الجسم حجم الجسم كتلة الجسم الجسم الأرضية صح رقم ألف موضع الجسم اتنين في أي الحالات الآتية تكون طاقة وضع كرة تتحرك على المنحدر تساوي صفر أثناء سعودها لأعلى المنحدر أعلى المنحدر أثناء سكوتها لأسفل من أعلى المنحدر لحظة وصولها إلى سطح الأرض صح رقم دي لحظة وصولها إلى سطح الأرض ثلاثة تعتبر الطاقة نقطة المختزنة في البطاريات صورة من صور طاقة الوضع المغناطسية الكهربية الكيميائية الحارية صح الكيميائية الحارية والكهربية ده من صور طاقة مين الحركة أربعة أي الأجهزة التالية يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية وحرارية المصباح الكهربية صح المصباح الكهربية طيب السخان ده بيحاول من كهرباء إلى حرارة التلفزيون بيحاول من الطاقة الكهربية إلى الطاقة ضوئية وصوتي وحيارية أيضا الهدف المحمول بيحاول الطاقة الكهربية إلى طاقة صوتية وضوئية وكمان إيه حيارية عند سخونة من التلفون خمسة عندما تقل قوة الجسم إلى النصف فإن طاقة حركة هذا الجسم تزيد الضعف تقل الربع تقل النصف لا تتغير صح تقل النصف لأن علاقة إيه علاقة ترضية ستة الطاقة التي تكتسبها كرة عند سكوتها من أعلى هي طاقة وضع حركة ضوئية كيميئية صح طاقة إيه حركة سبعة أي القوة التالية تسبب دائما سكوت الأجسام لأسفل الدفع الجاذبية الاحتكاك القوة المتزنة صح الجاذبية تمانية تعتمد كوت الصادم والمخاطرة على نقط المتصدمة كوت الأجسام سترة الأجسام طاقة الأجسام جميع ما سبق صح جميع ما سبق تسعة أي مما يلي أقل استهلاكا الوقود الشاحنة الطائرة السيارة الكطار صح السيارة عشرة السرعة كمية نقط وتقاس بوحدة نقط فيزيائية كيلو جرام على الساعة هي فيزيائية أ fractions لا. كيميائية 100 على الثانية طبعا لا. فيزيائية 100 على الثانية صح. رقم دي. يبقى كمية فيزيائية 100 على ايه? على الثانية. اثنين صد من العمود باء ما ينسب العمود الف. واحد. الجاذبية صح. الكوة التي تسحب الاشياء الى اسفل برقم واحد. اثنين الاحتكاك. كوة تنشأ بين سطحي جسمين متلمسين. ثلاثة السرعة المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. اربعة تصدم. لحظة تصدم جسمين بعضهما او التحامهما معا. ثلاثة ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. عندما يتغير موضع الجسم من مكان الاخر فانه يكون في حالة حركة. عبارة صحيحة. اثنين الحصان اسرع من الانسان. لانه يقطع مسافة اقل في نفس الزمن. مسافة ايه? اكبر يا برا خطأ. ثلاثة يمكن ملاحظة جميع عنوار الحركة مثل حركة الكواكب. طبعا حركة الكواكب لا يمكن ايه? ملاحظة يا برا خطأ. اربعة يزداد استهلاك الوقود بشكل اكبر في المركبات. زادة الكتل الصغيرة الكتل الكبيرة. برا خطأ. خمسة تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما قل زمن. المستغرق لقاطع مسافة معينة. الزمن والسرعة يعلقها عكسية. بمعنى الزمن يقل سرعة زيد. الزمن يزيد سرعة قل. يبقى عبارة صحيحة. اربعة. اكمل مما بين الكوسين. واحد. الطاقة المختزنة داخل كطار ملاهي. اعلى تل. طاقة وضع ام حركة? صح. وضع. اتنين. تحرك المراكبة الشرعية في الماء. بسبب الهواء. يمثل كوت. دفع ام سحب? دفع. تلاتة. عندما تقود درجتك تتحول الطاقة نقطة المختزنة في الطعام. طيب الطعام يخذ الدقاء ايه? حيارية ام كيميائية? صح. كيميائية. اربعة. طبط السيارة سرعتها عند نفاذ الوقود. منها نتيجة كوت? احتكاك ام الشد? صح. الاحتكاك. احتكاك اطار السيارة بالارض واحتكاك جسمها بالهواء. خمسة. عندما تتوقف السيارة فجأة. فان الركاب تتحرك الامام ام الخلف? صح. الامام. ستة. مقدار الطاقة اللازمة لتحريك الجسم من خلال الكوة المؤثرة عليه. يعرف بي. الشغل ام احتكاك? صح. الشغل. سبعة. الطاقة نقطة عند حدوث تصادم. تفنى? لا تفنى? صح. لا تفنى. ثمانية. عندما تتصادم الاشياء في ان نقطة تنتقل بينهم. المسافة من الطاقة? صح. الطاقة. خمسة. اكتب مساحة العلمي الذي تدول عليه العبارات الاثانية. واحد. الطاقة التي يمتلكها الجسم اثناء حركته. صح. طاقة الحركة. طاقة الحركة. اتنين. القوة مسؤولة عن توقف سيارة. نفد الوقود منها الاحتكاك. تلاتة. الطاقة المختزنة داخل كرة. اعلى تل. طاقة مين? الوضع. طاقة الوضع. صح. اربعة. المسافة المقطوعة خلال واحدة الزمن. السرعة. ست. اجيب عميالي. واحد. ماذا يحدث اذا اثرت كوة متزنة على جسم ساكن? طبعا يزل كما هو. يزل في حالة سكو لا يتغير. الكوة الغير متزنة. هي اللي يستطيع بحركة الاكساية. اتنين. احسب سرعة سيارة تقطع مسافة ستمية كيلو متر. في زمن قدره ست ساعات. السرعة بتساوي. المسافة على الزمن. يعني بتساوي. ستمية على ست. تساوي كام ميت كيلو متر على الساعة. تلاتة. تحدد نوع الكوة في الحالات الاتية. دفع او سحب. واحد. رفع السنارة الاعلى. اثناء صدر اسماك. براف. سحب. باق سكوت الثمار من اعلى الشجرة. صح. كوت ايه? سحب. جيم راكل اللاعب للكرة في اتجاه المرمى. دافع. صفحة ميتين وتسعتاشر. اختبر نفسك. واحد. تخير الجابة الصحيح. واحد. تصنع الوسادة الهوائية من مادة الكرتون. النيلون. المطاط. الكوماش. صح. النيلون. اتنين. عند هبوط قطار الملاهية السريع من اعلى منحدر. فان سرعته تقل. سرعته لا تتغير. طاقة حركته تقل. طاقة حركته تزداد. صح. طاقة حركته تزداد. لان السرعة تزداد. تلاتة. كلما زادت سرعة جسم متحرك. قلت المسافة التي يقطعها الجسم. لم تتغير مسافة التي اقطعها الجسم. ازداد الزمن اللازم لقاطع مسافة معينة. قلت الزمن اللازم لقاطع مسافة معينة. صح. قلت الزمن اللازم لقاطع مسافة معينة. لان السرعة والزمن علاقة ايه? علاقة عكسية. اربعة. سكوت قلم من على منضضة الى اسفل يكون بفعل كوة. دافع الجاذبية. سحب الجاذبية. احتكاك متزنة سحب الجاذبية. اكمل عبارة العادية باستخدام الكلمات المعطاة. واحد اتزاز جزيئات الماء عند التسخين من صور طاقة نقط. طاقة مين? الحركة. بينما الطاقة الكيميائية المختزنة في البطارية من صور طاقة صحيح الوضع. اتنين في المدفئة الكهربية تتحول الطاقة نقط الى طاقة نقط. الكهربية الى طاقة حرارية. ثلاثة عندما نقط موضع الجسم من مكان الاخر يكون في حالة حرك. عندما ايه? يتغير. اربعة سرعة السيارة اللي تقطع مية وخمسين كيلو متر خلال ساعتين. نقط سرعة السيارة اللي تقطع مية وخمسين كيلو مترا خلال ساعتين. طيب انا عندي هنا ايه? الزمن واحدة. هنا ساعتين وهنا ساعتين. هنشوف مين فيهم بيقطع مسافة اكبر يبتحرك بسرعة اكبر. طبعا ده ايه? مية وخمسين. وده مية. يبقى المية هيكون ايه? اقل من. ثلاثة. ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتين. واحد يجب على السائق ان يكون باقصة سرعة لتجنب الحوادث. ابارة خطأ. يتجنب السرعة الكسوة. حتى يتجنب مين? الحوادث. اتنين عند شد حبل مطاطي يختزن طاقة وضع داخله. ابارة صحيح. سماه وضع ايه? المرونة. ثلاثة. وزن السيارة يؤثر على سرعتها. ابارة صحيح. اربعة. السرعة كمية فيزيئية تقاس بواحدة كيلومتاع الساعة. ابارة صحيح. اربعة. صيب العمود الف مما يناسب العمود بي. واحي. حركة كوكب الارض حول الشمس. حركة لا يمكن ملاحظتها. صح. اتنين. القدرة على بازل شغل تعرف بيه? الطاقة. اتنين. تلاتة. الجسم الساكن يبدأ في الحركة عندما تؤثر عليه كوة غير متزنة. ثلاثة. صفحة ٢٢٠. اختبر نفسك. خيار اجابة اصحيح. واحي. كل ما يلي من امثلة كوة سحب ما عادة. سكوة ثمرة من اعلى الشجرة لسحب. تصدي حارس المرمى للكرة صح. اتنين. اي الوسائل التالية تقطع مسافة اقل في نفس الفترة الزمنية. الدراجة. السيارة. الكطار. الطائرة. صح. الدراجة. تلاتة. اي الاجهزة التالية تحول الطاقة الكيميائية الى الطاقة حرارية. المسبحة الكهرابي. ده بيحول من طاقة كهربية الى ضوئية وحارية. فرن الغاز. صح. فرن الغاز بيختز الطاقة ايه? كيميائي. يبقى فرن الغاز. اربعة. طاقة وضع جسم على ارتفاع ستة امتار. نقط. طاقة وضع نفس الجسم على ارتفاع عشر امتار. كلما زاد ارتفاع تزداد طاقة الوضع. يبقى الستة هتكون ايه? اقل من. اتنين. اكمل مما بين الكوسين. واحد. اي ميالي يمكنه تخزين طاقة. البطارية ام السلك. صح. البطارية. طيب قصد الطاقة ايه? كيميائية. اتنين. واحدة قياسة المسافة. المتر. متر على الثانية. المسافة بالمتر. السرعة بالمتر على الثانية. تلاتة. الطاقة الضوئية. من صور طاقت الوضع ام الحركة. الضوئية هنا بينطق على هيئة موجات. يعني بتحرك. كيف الطاقة ايه? صح. الحركة. اربعة. عندما تتصدم الاشياء في نقطة تنتقل بينهم. المسافة بالطاقة للطاقة. ثلاثة. ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. الطاقة المختزنة في الغذاء. طاقة كيميائية. يا بارة صحيح. اونين. الاجسام زات السرعات العالية اقل عرضة للضرر من الاجسام زات السرعات الابطأ. لعكس صحيح. بارة خطأ. ثلاثة. مقومة الهواء تؤثر على السيارة في نفس اتجاه حركتها. شوفينا في نفس. طبعا عكس. بارة خطأ. اربعة. الطاقة لا تفنى ولكنها تتحول من صورة لاخرى. بارة صحيحة. خمسة. تؤثر على الشغرة كوة غير متزنة لذلك فهي لا تتحرك وتزل سكنة. بارة خطأ. كوة ايه? متزنة. اربعة. اجب عما يلي. واحد. ايهما اسرع. القطار يقطع مسافة. اربعمية كيلو متر خمسة ساعات. ام سيارة تقطع عن نفس المسافة. في زمن قدره اربع ساعات. اللي بيستغرق زمن اقل ده بيكون سرعته ايه? اجبر. طبعا نشوف ونتأكد. سرعة بتساوي المسافة على الزمن. طبعا نشوف سرعة القطار بتساوي ربعمية على خمسة. ساوي كام? تمانين كيلو متر على الساعة. طبعا نشوف سرعة السيارة. ربعمية على اربعة. ساوي كام ميت كيلو متر على الساعة. يبقى السيارة سرعتها بتكون ايه? اكبر من سرعة القطار. اتنين ما زيحد وسعين ده? زيادة كوة للسيارة اللي تتحرك لاسفل. على منحدر بالنسبة لتقتل حركة. تزداد ساقط الحركة. صفحة 224 المهام الادئي. نموذج واحد. الفيل الافريقي والفيل الاسيوي. بالنسبة لكسيرين منا تتشابه معظم الفيلة مع بعضها بشكل يصعب على الانسان العادي التفرقة بينه. ويختلف الامر تماما بالنسبة لعلماء لانه هناك نوعين رئيسيين من الفيلة. الفيل الافريقي والفيل الاسيوي. واحد اذا علمت ان الفيل الافريقي يعيش في بيئات مرتفعة الحرارة بينما يعيش الفيل الاسيوي في بيئات معتدة الحرارة. فأي فيلين امامك هو الافريقي وايهما الاسيوي ولماذا؟ رقم الاف. الاف ده الفيل الاسيوي. برقم الاف الفيل الاسيوي. طيب ليه? لان لديه ازنا ودانه بتكون ايه? صغيرة. طيب وكمان وارجل قصيرة تساعده على التدفئة. طيب ارقم بقى خرافة. الفيل الافريقي. طيب ليه? لان لديه. بالعكس بقى. كزنا كبيرة. وارجل طويلة تساعده على تبريد جسمه. اتنين يتطفق خبراء الحياة البرية في الوقت الحاضر على ان الفيلة تتعرض لخطر نتيجة لتدمير بيئتها الطبعي لاستخدمها للزراع او لبناء المباني. وكزلك سيدها بواسطة الصيادين للحصول على انيابها لتجارة العاج. اكتب عدة اكتراحات للحفاظ على الفيلة من تأثيرات النشاط الانساني. استدم الكلمات المرشدة التالية. وضع قوانين تمنع. تمنع ايه? صيد الفيلة. والتوقف عن تدمير. بيئة. الفيلة الطبعي. وتوقف عن صيدها. نجموز اتنين. هل يمكن للدب الكوطبي ان يعيش في بيئة حرة? واحد. درست ان الدب الكوطبي تكيف مع الحياة في البيئات شديدة البرود. فلماذا لا يستطيع الدب الكوطبي الحياة في السحراء الحرة? براف. لان لديه فراء كسيفة. يعني عنده فرو كتير. كسيف. وكمان ايه? طبقة. من الدهون موجودة فين? تحت الجلد. طيب والازن? وازنا صغيرة. وارجل كصيرة. اتنين. ما التغيرات التي يجب ان تطرق على هذا الحيوان? حتى يمكنه الحياة في السحراء الحرة. من حيثه. لون الفراء يتغير الى اللون صح اللون مين? الاسم. الدهون المتراكمة تحت الجلد تقل كميته. ثلاثة. فكر وتوقع. لو انتقل الدب الكوطبي للعيش في بيئة الجمل السحراوية. فهل تستمر حياته? نعم ام لا? طبعا ايه? لا. نموزة ثلاثة. اين هي عيش? واحد. لاحظة الصورة التي تأمامك. الف توقع اين يعيش هذا الحيوان. زو الازن الكبيرة في بيئة سحراوية حرة? ام بيئة سلجية باردة? صح بيعيش في بيئة سحراوية حر. طيب. ما دليلك على ذلك? هنا الدليل بيكون ايه? لديه ايه? ازنا طويلة. يساعده على تبريد جسم. اذا علمت ان هذا الحيوان عندما يرى عدوا له من الحيوانات الاخرى يقف ثابتا دون اي حركة. فلا يراه العدو. جيم. هذا التكيف تركيبي ام سلوكي? تكيف سلوكي. دال. يمتلك هذا الحيوان ارجلا طويلة. تساعده على الهرب من الاعداء. هذا التكيف تركيبي ام سلوكي? مراف تكيف مين تركيبي? اين هي الصورة التي تأمامك غزال السحراء? وهو من الحيوانات التي تكيفت الحياة في البيئة السحراوية. لاحظ الصور وحد. الف تكيف يمكنه من الجاري سريعا. صح? الارجل الطويلة. الارجل الطويلة. ونوع هذا التكيف تركيبي ام سلوكي? طبعا تكيف ايه? تركيبي. باء. تنشط الغزلان ليلا لحصول على الغزاء وتجنب الاعداء. هذا التكيف تركيبي ام سلوكي? براف تكيف مين? سلوكي. نموذج اربعة. امامك مسابقة لرياضة كافز. ميز تلاحظ في تحولات الطاقة. طاقة وضع وطاقة حركة. اثناء اجتياز اللاعب الحاجز. رقم واحد. من الشكل السابق حدد نوع الطاقة. طاقة وضع. طاقة حركة. اثناء مراحل كافز اللاعب. الموضع واحد. طاقة ايه? براف. طاقة حركة. طاقة حركة. طيب. الموضع اتنين. طاقة مين? وضع. طيب. الموضع تلاتة. صح. طاقة حركة. اتنين. في اي موضع يكون اعلى طاقة وضع. في الموضع رقم كام? اتنين صح. على نقطة الموضع اتنين. تلاتة. في اي موضع يكون اعلى طاقة حركة براف. الموضع رقم تلاتة.